مشهدان متوازيان يطبعان الحرب في أوكرانيا اجتماع ضخم لحلفاء كييف في ألمانيا يضم وزراء دفاع من النيتو وخمسين دولة وفي الجانب الآخر القوات الروسية تسرع مسار زحفها وتعلن السيطرة على بلدة كليشيفكا جنوبي باخموت في دونياتسكا الاستراتيجية شرقي أوكرانيا في السياسة الكريمبلن يرد على اجتماع النيتو وحلفائه في ألمانيا بأن تسليم دبابات غربية لأوكرانيا لن يغير شيئا في الوضع على الأرض فهل الدبابات إذا تم الاتفاق على إرسالها ستكون متأخرة لدخول حرب أوكرانيا وهل اجتماعات حلفاء كييف تدفع موسكو لتقديم موعد هجماتها معنا الآن من موسكو الخبير العسكري والاستراتيزي سيرجي شاشكوف سيد شاشكوف مرحبا بك معنا من جديد في غرفة الأخبار قبل الخوض في اجتماعات حلفاء أوكرانيا في ألمانيا نتحدث ميدانيا قليلا على ما يبدو بحسب آخر الأخبار المعارك مستعرة في محيط باخموت في الجبهة الشرقية وأيضا في الجنوب يبدو أن جبهة الجنوب أيضا اكتسبت نشاطا في زابوريجيا وربما مناطق أخرى كيف ترى الوضع على الجبهات الآن؟ مساء الخير وتحية تيبة من موسكو بالفعل هناك معارك متواصلة معارك دموية وشارسة ليست في جبهة بخموت أو أرتيوموسك كما تسمى في روسيا فحسب بل في جبهة زابوريجيا أيضا حيث نهارا وليلا على مدى 24 ساعة يوميا تستغرق الاشتباكات طبعا من ناحية لا يمكن اعتبار تلك المنطقة لا سوليدان لا بخموت مناطق استراتيجية ولكن كل ما يجري ميدانيا يدول على أن هذا هو استطلاع بالقوة وتهيات وتمهيد الطريق لهجوم حاسم بنطاق أوسع وبقوات أكبر بكثير أيضا إذا رجعنا إلى موضوع البرنامج وهو اجتماعك وزراء الدفاع النيتو وحلفائهم في رامشتاين تم إعلان عن تشكيل التحالف الموالي لأوكرانيا وتم إعلان عن حزمة جديدة للمساعدات الغربية للجيش الأوكراني وعلى حد قول يون ستنتربرغ من العام لحلف النيتو تلك المعادات والأسلحة سوف تمكن الجيش الأوكراني من شن الهجوم المضاد القوي ويعادة السيطرة على كل أراضي أوكرانيا ولكن هذا التفاؤل الغربي كان يتحول إلى التشاؤم بشكل سريع وهناك عدة أسباب أولا القائمة هذه لا تشمل لا دبابات لا أبرامس ولا ليوبارت 2 هذه القائمة لا تشمل لا صمتيات أو حوامات أباتشي مسلحة بصواريق مدد للدبابات نوع حلفائر الكلام كان يدور في هذا الاتجاه قبل فترة ولكن الموضوع على ما يبدو انتهى ولا مقاتلات F-16 أو غيرها إذن الغرب عندما حسب حساباته في تمويل وتجهيز وتشجيع الجيش الأوكراني اتخذ الكرار بالامتناع عن تجهيز الجيش الأوكراني بمثل هذه الدبابات الحديثة نعم هناك سارية من دبابات شيل الجيل الثنين البريطانية ولكن 12 و14 دبابة لا تستطيع أن تغير شيئا في مدن المعركة علما بأن هناك قوة أكثر من نصف مليون مقاتل من كلاه الجانبين هذه الدبابات سيد شاشكوف التي كثر الحديث عنها في الأوين الأخيرة وعدم وصولها إلى أوكرانيا في هذه المرحلة كيف سينعكس ذلك على مجريات الأوضاع الميدانية البعض يقول أصلا الوقت متأخر لتسليم هذه الدبابات بحاجة الأوكران إلى التدريب عليها وكل هذه الأمور وبالتالي حتى لو سلمها الغرب الآن لن تحدث التأثير المتوقع منها ما رأيك في ذلك؟ المعلوم أن الرئيس زيلنسكي كان يطالب من الغرب تزويد جنشه بنحو ألف دبابة حديثة طبعا هذا سوف لن تحدث وحتى ولو استلم الجيش الأوكراني على كمية التي تنازلت القيادة العسكرية الأوكرانية بتقديرها من ألف إلى ثلاثمية ثلاثمية يعني ثلاثة ألوة مدرعة أو فرقة مدرعة واحدة هناك مشكلات فنية وتكنولوجية لأن أولا دبابة تشيلنجر يصل وزنها إلى 75 تون حركيتها محدودة وهي معقدة فنيا من ناحية الإصلاح والصيانة والتدريب الكادر نفس الشيء ينطبق على دبابة لكليرك الفرنسية التي أيضا ثقيلة ومجهزة بالكفير من الأجهزة الإلكترونية التي لا يمكن تدريب الطاقب عليها خلال أسبوع أو أسبوعين يعني هي متطورة تكنولوجيا وحتى أبرامس ولو هي عتيكة إذا دارك الكلام عن آخر نموزج آخر موديل من أبرامس يعني نفس الشيء التدريب يحتاج إلى وقت وهي أيضا ثقيلة يعني تزيد على دبابة 90 على سبيل المثال الروسية بعشرة أطنان ونفس المشكلات الإدارية في الصيانة وعبور الجسور والأنهر ولا آخره يعني حتى عربة الكتال المدارة الألمانية ماردر التي سوف يحصل الجيش الأوكراني عليها بحدود خلينا أسألك عن هذا الموضوع سيد شاشقوف لأن البعض يقول يعني دبابات إبرامس أصلا غير مناسبة لهذه المعركة لأسباب لوجستية عدة هذه الدبابة تستهلك وقود النفثات وقود الطائرات بحاجة إلى ثلاثة جالونات أو شيء من هذا القبيل لكل خمسة ميل يعني صيانتها ولوجستياتها معقدة جدا وبالتالي البعض يقول اللجوء إلى العربات المدرعة الأصغر حجما والأكثر مرونة في الحركة مثل برادلي والسترايكر والماردر الألمانية هي المنصة المناسبة في هذه المواجهات ما رأيك في ذلك؟ كانت القيادة العسكرية الأوكرانية تطلب بتجهيز الجيش الأوكراني بدبابات وليس عربات ناقل المشات أو دبابات مدولبة مثل آمكس 10 فرنسية بس سترايكر عربات قتالية مدرعات قتالية وليس فقط ناقلات جند هي عربات قتالية مثل برادلي وماردر ودبابة مدولبة آمكس 10 نعم هي قتالية ولكن هي خفيفة ومقارنة مع الدبابة حديثة قتالية لا تشكل أي خطر على المدرعة الروسية حتى لو هذه دبابة مدولبة فرنسية آمكس 10 مسلحة بمدفع 105 مليم نعم مدفع جيد ومدفع قناص ولكن أيضا نرجع إلى موضوع العدد هناك أعداد بسيطة جدا أعداد رمزية يعني دعم سياسي يزيد على الدعم التكنولوجي العسكري في ميدان المعركة لذلك الجيش الأقراني يضطر على حصول كل ما يتراحه الغرب ولكن لا يحصل ما يطلبه وما يحتاجه سيد شاشكوف في المقابل الجانب الروسي هو يلجأ بالأساس يعني الدبابة المعتمدة الآن بشكل أكبر كما فهمنا هي التي 72 تي 72 وهذه دبابة قديمة يعني تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي من سبعينات القرن الماضي هل ما يقدمه الغرب يتلاءم مع ما هو موجود على الجانب الروسي نعم دبابة تي 72 هي تشكل عمود فاقري للصدف المضرر الروسي ولكن يجب الإشارة إلى أن هناك نماذج وأشكال وأنواع من دبابة 72 اعتبارا من دخولها في الجيش أو آخر السبعينات وإلى آيامنا هذه حيث يتم تحويرها وتعديلها وآخر موديل تي 72M2AB يعني تختلف مبدئيا وجذريا عن تي 72M1 التي دخلت على سبيل المثال الجيش العربي السوري في بداية الثمانمات أو الجيش العربي العراقي أو غيره من جيوش الدول العربية نفس الشيء ينتبق للإدم والإطلاع هناك دبابات تي 62 وهي أقدم نوعا مقرانة مع 72 ولكن بسبب تحويرها وتحسينها وتعديلها داخلت المعركة وأظهرت صفاتها القتالية الممتازة بينما حتى لو افترضنا أن الجيش الأوكرايدي سوف يستهلم لاحكا أم أجلا أم أجلا على الدروع الغربية بما فيها تشالينجر وأبرامس ولكليرك ولوبرت والآخره هذا كله يسبب المشاكل الإدافية والكبيرة جدا لأن كل ما يزيد عدد الأنواع في الصنف المدرة يعني كتغ الغيار من هذه الدبابة لا ترتبق لها صحيح وصيح الإصلاح هنا يختلف مبدئيا على الإصلاح هذا السيانة، الوزن، العتاة، الزخيرة، التقم تقم الدبابة الغربية عددًا أربعة نفار بينما الدبابة الروسية اعتبارًا بنتي 72 وثمانين وتسعين ثلاثة نفار يعني آلية الإملاء كما فهمنا سيد شاشكوف أوكرانيا خسرت الكثير وروسيا أيضًا الكثير من دبابات تتي 72 خلال هذه الحرب الآن سنة تقريباً الآن السؤال اللوجستي الآخر المتعلق بإيصال هذه الدروع للجانب الأوكراني كيف سيتم إيصالها لوجستيًا؟ أليست في مرمى النيران الروسية بمجرد نقلها من الدول المحيطة؟ لولا الدعم الغربي كانت القوات المدرعة الأوكرانية انتهت بالكامل فالمعلوم أن الدول الغربية كانت تساعد الأوكرانيا في ضوء الدروع عن طريق جمع أو شراء أو أي وسيلة أخرى الدبابات السويتية الصنع مثل نفس 72 من دول أوروبا الشرقية من بولغاريا ورومانيا وتشيكيا وغيرها وحتى من أفريقيا على سبيل المثال المملكة المغربية مؤخراً نقلت دباباتها في 72 وقت الغيار والأجهزة الإضافية إلى أوكرانيا بالطلب من بنتاغون على ما يبدو الترسانة هذه قد انتاحت حتى في دول أوروبا الشرقية لذلك يدر الكلام ولذلك تكثر المتطلبات الأوكرانية بتزويدها بدبابات غربية مثل نفس أبرامس وغيرها وهذا دليل آخر على أن السنف المدرع الأوكراني انهار شكراً جزيلاً لك سيرجي شاشكوف الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من موسكو موسيقى